الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ البنك المركزي حسن عبدالله حيث وطلع رئيس السيسي على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الانتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة وخلال استقباله وفدا من عدد من لجان الكونغرس الأمريكي شدد الرئيس السيسي على اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنصيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة محذرا من الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية مما يزيد من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي من جهته أكد وفد الكونغرس الأمريكي دور مصر الجوهري منذ اندلاع الأزمة في غزة على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة والدور القيادي في تقديم وتنصيق وإيصال المساعدات كما تطرق اللقاء كذلك إلى الأوضاع في السودان حيث أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ودعم جميع المسارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة في السودان ويحفظ مقدرات شعبه الشقيق قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الشعب الفلسطيني يعيش أحد أخطر الفصول في تاريخه منذ نكبة عام 1948 جاء ذلك في البيان الذي ألقاه خلال ترأسه وفد دولة فلسطين في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الخمسين والمنعقد على مدار يومين في الكاميرون وأضف منصور في بيانه أمام وزراء الخارجية للدول المشاركة في الاجتماع أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش أعواقب هذا الظلم التاريخي في غياب جهد دولي جماعي لتمكينه من ممارسة حقوقه بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال وحقه في العودة إلى أرضه دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تحول دون تعرض موظف الأمم المتحدة لنيران الجيش الإسرائيلي وذلك بعد إصابة مركبة تابعة للمنظمة الدولية بالرصاص عند نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي في قطع غزة وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قال نائب السفير الأمريكي روبرت وود إن بلاده طلبت من حليفتها إسرائيل تصحيح المشاكل التي يعانيها نظامها والتي سمحت بحدوث ذلك وأضاف أنه بعد مرور نحو 11 شهرا على الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس أصبح هذا النوع من الحوادث متكررا جدا رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار برلمان جمهورية سان مارينو اعتماد التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين كخطوة أساسية نحو التوجه للاعتراف بدولة فلسطين أكان برلمان سان مارينو قد شدد في قراره على ضرورة استمرار الدعم ضمن نطاق الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وضرورة وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاستمرار في المساندة وتفعيل الممرات الإنسانية في القطاع وثمنت الخارجية الفلسطينية هذه الخطوة الشجاعة والقرار التاريخي المهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني قال الرئيس الفرنسي مانويل مكران إنه يبذل كل الجهود في بحثه عن رئيس وزراء جديد لإيجاد أفضل حل للبلاد وأشار مكران في مؤتمر صحفي في بلغراد إلا أنه سيتحدث إلى الفرنسيين في الوقت المناسب وفي الإطار الصحيح يأتي ذلك بعد مرور أكثر من خمسين يوما على حل مكران للجمعية الوطنية حيث تواصل الحكومة المستقيلة إدارة شؤون البلاد